اشتركوا في القناة محاطره البيئية من جهة وتهديده لمواطن الرزق من جهة أخرى سفاقس معرض حرفة الاجداد ابتكارات وابداعات يدوية تأبى الاندثار وتبحث عن أسواق لترويج مخزون تراثي في حاجة للتثمين مرحبا مجددا أيام قليلة ويحتفل التونسيون مع بقية الشعوب العربية والإسلامية بالمولد النبوية الشريفة مناسبة دينية اعتاد التونسيون على الاحتفال بها عصيدة تسجوغو أكلة باتت تعتبر أساسية في الاحتفال ولكن بعد موجة الحراءة قلت عرفتها للغابات خاصة بالشمال الغربي خلال الصائف الماضية تسبب ذلك في ارتفاع سعر مادة سجوغو كمن الأخبار انتقلت إلى جبل كبوش بالكاف حيث انتقلت عائلات لجمع هذه المادة وسط ظروف صعبة في موسم جني سجوغو هجرت هذه العائلات منازلها لتستوطن إحدى غابات جبل كبوش بالكاف بحثا عن مورد رزقها ليجوب أفرادها كل يوم أرجاء الغابة ويعودوا محملين بمخاريط السنوبر الحلبية نحن عائلة كاملة مصباح نخرج نجنو الثامر هذه متاع سجوغو ويراو فيها تعب وكل ما شيء ويعني مش متوفر السنية بسيفة كبيرة ومتعب فما خدمها أخرى يعني تنقلها فميكينة تحطها في سط الفرن تخدمها وكل ما شيء وفيها ثانا خدمة أخرى باش نصفه تخرج كعبة سجوغو كل ما شيء وسط الغابة انتصبت الخيام والأفران وجمعت أكياس مخاريط السنوبر الحلبي وانطلقت هذه العائلات في عملها عمل يكون أحيانا محفوفا بالمخاطر فما برش عباد يعني يقول لك أو سوم غالي وكل ما شيء وهم ما يروش الشيء ذاك يعني فيها لاختار التوكيب بالنسبة الخنزي يرذيب أي حاجة يعني معرض توضع حتى أبسط الحاجات الصجرة يعني تخرج الفوق تنجم الطيح يعني معرض الجميع لاختار فهمتني خدمة يعني برشة يقول لك أو فها فلوس وفها وكل ما شيء الحرائق التي شهدتها غابات الشمال الغربي في الصائفة الأخيرة ونقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عوامل أثرت سلبا على هذا الموسم وساهمت حسب مصاريح الغابات في ارتفاع أسعار مادة الزجوغو في الأسواق أثناء الأسعار مشطة متع الزجوغو هو برشة عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار المهول أولا ثم ثلاثة سنوات جفاف ثم الحرائق ثم المضاربة وعادة أحنا نستهلك حبوب الزجوغو في تونس متع السنة الفارتة مثلا أحنا في الكاف ولا في الجاسين ولا في سليانة خلال شهر نوفمبر هو وقع البتة بكل دائلة من الدوار الغابات في غابة كبوش وفي عدة غابات أخرى عائلات تعمل بالليل والنهار لجني مادة زجوغو التي تعد مطلب العائلات التونسية هذه الأيام وأن يعد الوطن القبلي المنتج التقليدي عبر سنوات في إنتاج القوارس وفي احتلال المراتب الأولى وطنيا في السنوات الأخيرة عرفت القيروان وبالتحديد في معتمدية تشبيك نموا في المساحات المزروعة من القوارس ما جعل القيروان تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث إنتاج القوارس رغم المشاكل المتعددة التي واجهها القطاع لغرار التصدير لطالما كان الوطن القبلي موطن زراعة القوارس إلا أن ظهر اسم القيروان على الساحة كثاني منتج على المستوى الوطني وقد تطورت المساحات المزروعة والإنتاج من سنة إلى أخرى ولعل ما يميز القوارس المنتجة في هذه الربوع شودتها العالية بداية امتاعه من عام 98 بدنا عملنا التجربة وحدنا التجربة نجحت في 2002-2003 بدت الإدارات الجهية تطلع لنا وتتفقدنا وبدت تتسجع منطقة شبيكة أكبر منتج للقوارس على مستوى الجهاء انطلقت فيها التجارب الأولى لغراسة البردقال منذ تسعينات القرن الماضي وقد كان للمندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان دور في دعم المنتجين والإحاطة بهم قروين توصلنا المساحة في حدود تقريب 1630 كتار أهم نطق الإنتاج عن الشبيكة فيها أكثر من 600 كتار السبيخة فيها أكثر من 350 كتار معناها تقريب هذون زوز جهات فيهم ثلثي المساحة متاع الجهة وعندنا برنامج يتسمى البرنامج الوطني للقطاع المال المالتي الحقيقة قاعدين ندعموا في الفلاحة لن يأخذ الجر المالتي يأخذ الجر بنصف الثمن يبدو أن التصدير هو المشكل الوحيد بالنسبة لمنتجي القوارس خاصة خلال السنوات التي تسجل طفرة في الإنتاج حيث تتراجع الأسعار بشكل كبير في السوق الداخلية حرك مدني واجتماعي تسجله القلعة الصغرى من ولاية سوسا حيث يطالب المجتمع المدني بتحويل معمل الأجر بالجهة ونقله إلى مكان آخر بعد صدور قرار وزارة الصناعة في ذلك فيما يطالب العمال باستمرارية عمل المؤسسة وعدم نقلها لما يشكله ذلك من تهديدنا لمواطن رزقهم لا تزال مشكلة مصنع الآجر بالقلعة الصغرى تلقي بذلالها على الحراك المدني والاجتماعي هناك خاصة بعد صدور قرار وزارة الصناعة القاضي بنقلة المصنع منذ ستة أشهر والذي لم يتم تفعيله حتى الآن وزارة الصناعة قررت نقط المصع إلى مكان ملأم وحالت ملف إلى السيد والي سوسا ولكن السيد والي سوسا من مسؤولياته أنه تطبيق القرار هذا ولكنه حمله المسؤولية الكاملة في عدم تطبيق القرار هذا لدينا ستة شهور والقرار هذا ما زال متفعالش الأضرار البيئية موجودة وثابتة من حيث جينا إحنا أول حاجة عملناها بدنا ملف يول الغاز ديفيل معناها الغاز الطبيعي المصنع هذي تتوفر فيه جميع الشروط من تلبيئة ومناش مخالفين على المعامل الموجودة على استمرارية المؤسسة ومحافظين حوالي 700 عامل يرفضون التخلي عن العمل بالمؤسسة وينفون تعرضهم لأي مشاكل صحية وكذلك السكان المحيطون بالمصنع خبزة صغاري وخبزتنا أحنا وهذه ناس تتعيب التخريب 608 خدام أذوما أعطيني أندي سؤال بعطيلي ويمشي خدام شنو المصير متاح أنا أدخلت نخطي في المعمل حاجة زروق قبلها ضايا 10 أوت 75 ومساجل في جميع لتقضية شغل مساجل فيه وسينة سيزم مساجل فيه أمور منظمة ونشوف فيه صحة جيد حراك مدني واجتماعي بسبب عدم تفعيل قرار وزارة الصناعة وعمال متمسكون باستمرارية مؤسسة هي مورد رزقهم الوحيد خوفا من شبح البطالة ما يطرح نقاط استفهام عديدة ظاهرة العوفة المدرسية التي تثقمت في السنوات الأخيرة والبحث عن أليات للحد منها لطالما شكلت مشغلا خاصة للإطار التربوي ومنظمات المجتمع المدني حيث اعتبر النشاط الثقافية تعبري سلاح للحيلولة دون تفشيها أكثر المدرسة الأعدادية ابن عرفة ببنجردان انخرطت في ذلك وخصصت تظاهرة في الغرض من خلال مجموعة من الورشات التحسيسية ورشات تحسيسية ضد العنف المدرسي جؤسداد في شكل عروض مسرحية ورسم لجداريات وندوات بالمدرسة الأعدادية ابن عرفة ببنجردان شارك في تأثيثها تلميذ المدرسة مطلوب من التلميذ أن يبدأ باهي مع الأستاذ انتاعه والأستاذ باهي مع التلميذ تظاهر هذه تندرج في إطارة فتاح المؤسسة على محيطها الخارجي كان احتضاء النشاط الثقافي الذي ينظمه المجلس المحلي الأمن والذي يرمي لدت أهداف من بينها يعني تقريب الأمنيين للمواطنين في صفحة عامة كذلك مقاومة العنف ونحن نحب مظابينا لو كان معنا نتبعدوا على العنف ونشدوا كل مع بعضنا لكن نودية تثقفية ونودية ترفيهية في المعاهد وفي المدرسة باش نعاود ونرجعوا نحسوا أن المدرسة جاذبة لأبنائها غير منفرة لأبنائها كانت اختيار التظاهرة هذه في إطار بعد عمل بين أنه فما ظاهرة من العنف المدرسي يا أخي حابوا يعملوا معني تظاهرة في الوقاية من هذا وإن لم تسجل معتمدية بنغردان وولاية مدنين عموما حالة عنف خطيرة في المؤسسات التربوية إلا أن التوعية مع جميع الأطراف المتدخلة ضرورية لكن نسبيا ما اللي لاحظته انطلاقا حتى من مقارنات بين ولاية أخرى سبق أني اشتغلت فيها أني الظاهرة موجودة لكني محدودة وهذاك اللي يدفعنا أن نعز المحدودية في العنف بمثل هذه التظاهرات وبإشراك جميع الأطراف أكيد أن هذه الجلسة تخرج بمجموعة من التوصيات إن شاء الله هذه التوصيات يقع تطبيقها دائما نبدأ نحن نتكلم على الحوار والحوار بالحوار نجب أن نحل المشاكل متاعنا التصدي للعنف المدرسي ظاهرة من عديد الظواهر المجتمعية التي سيعمل عليها مجلس الأمن المحلي ببينغردين في الفترات القادمة منها التصدي لدهرة الصريقة مشروع وأصوات الملائكة الموجهة لأطفال الوسط الطبيعي مشروع أن طلقت جمعيات الكندي للموسيقى والبحث الموسيقي في جابس انطلقت في العمل عليه من أجل أهدف نبيلة ومن المنتظر أن تخصص مدخل هذا المشروع لتوفير المستلزمات والاحتياجات الطارئة للأطفال من الوسط الطبيعية في الجهام عرضت جمعية الكندي للموسيقى والبحث في الموسيقى بجابس مشروعها الثقافي صوت الملائكة المدخيل المتاع العروض هذه هي تغطي حاجات أطفال الوسط الطبيعي وأطفال الوسط الطبيعي غنوش مراكب طفولة غنوش مراكب طفولة جابس اللي هو عدد 161 باش نقدموا لهم الإعانات الفورية في الحاجات معناها المستحقات العاجلة اللي معنا نقدش نوفرها على مستوى وزارة أو على مستوى إدارة باش نصلوا نضموهم أبعضهم وكل في عمل متكامل جدت الفرصة هذه مع أصوات الملائكة اللي تجمعنا المسرح والرقص والتعبير الجسماني هذا العمل شارك فيه أطفال الوسط الطبيعي بمركب الطفولة بجابس وبغنوش وجمع بين الغناء والمسرح نجد فيه معنا برشة تعاون وتشاركنا كلما بعضنا جمعات المسرح والرقص وكل شيء معناه باش نخرجه في أحسن صورة وأحسن واحد في برشة تعاون وكل شيء كنا معنا مشروع صوت الملائكة يكتسي بعدا تضامنيا وتفاعل معه أطفال مركب الطفولة بجابس وبغنوش بشكل جيد أصوات الملائكة هو مجموعة من الأطفال الموجودين في المركب الطفولة هما من الوسط اللي فاقدي أسند حابنا نعملولهم أوبيرات والأوبيرات هذه باش يدوروا بها في الولايات الجمهورية الكل إن شاء الله والمدخيل متاع المشروع هذا باش يتصبوا في صندوق المركب الطفولة هذا العمل الفني أنجزته جمعية الكندي بالشراكة مع المندوبية الجهوية لشهون المرأة والأسرة والطفولة بيدعم من صندوق الثقافة للجميع الألماني وسيتم عرضه بالعديد من ولاية الجمهورية بعد احتجابنا تم أكثر من 25 سنة يعود الملتقى الوطني لمدير المؤسسات الشبابية منتقى يطمح لبلورة رؤى شبابية مشتركة بحضور عدد كبير من ممثل القطاع وذلك بهدف إرساء تعامل جديد بمفهوم مغاير للصورة النمطية مع الشباب نحو رؤية مشتركة لعمل المؤسسة الشبابية هو عنان الملتقى الوطني لمديري مؤسسة الشباب الذي يلتئم على مدى ثلاثة أيام بالمهدية والذي يعود بعد احتجاب دام أكثر من 25 سنة نجتمع هذا اليوم لنبسط رؤية استراتيجية لقطاع الشباب وهذه رؤية استراتيجية تركز أساسي على خمسة محاول أولها الشاب المواطن الجانب الثاني الشاب المبادر الجانب الثاني الجانب كرياتيف الشاب المبدع والجانب الرابع هو الشاب الموبيل أكثر من 500 مشارك الممثلي المؤسسة الشبابية بمختلف ولاية الجمهورية جاءوا لمناقشة واقع القطاع والخروج بمقترحات وحلول على تساهم في النهوذ أكثر بدور الشباب اليوم مدير دار الشباب ما يملكش صلاحيات كبيرة في التصرف الإداري والمالي وهكا ينعكس بشكل سلبي على النشاط العادي والاعتيادي للنشاط في دار الشباب قطاع الشباب توا في حاجة لدعم كبير على مستوى دعم المؤسسات بالإطار التربوي على مستوى إعادة التكوين والرسكلة القطاع هذا الأهميته لأنه حتى نشوفه القطاع الوحيد الذي احتضان الشباب وعمره ما ثار عليه كما تم في هذا الملتقى تقديم بعض الدرسات والبحوث حول واقع الشباب في تونس بالإضافة إلى عرض نماذج وتجارب ناجحة لبعض المؤسسات الشبابية فمت تجارب أونيك في ولاية مهدية نذكر على سبيل المشال دار شباب الرجيش اللي عندهم عملوا شارع الشباب يعني خذاوا شارع وشي ممتاز ويحب ذات تتعمم مثل هذه التجارب في جمهورية تونسية فمت تجربة في الدويرة مدينة المواطنة من مهدية الجديد الجديد عن دار شباب المهدية اللي هي مركزي قامه دار شباب في نفس الوقت انطلقت لشغال الحمد لله بعد تأخر بعض سنوات عنا مراكب شبابي جديد في مراحل أخيرة من دراسة بيرجيش يبدو أن الاتمام بالشباب من خلال توفير فضاءات تحت دون المواهب والمهارات بات اليوم مسؤولية كبرى أمام الجميع ورهان لا بد من كسبه لانتشال وحماية شبابنا من كل مظاهر الانحراف في نبل تقتطم اليوم فعاليات دورة الحاضية والأربعين لتظاهر العربية للشترنج دورة شهدت مشاركة تونسية وجزائرية ومصرية إلى جانب مشاركة العنصر النسائي دورة وان اعتبرت ناجحة من حيث العدد فأنها نجحت في إرساء مفاهيم جديدة تقوم على التبادل والتشاركية احتضنت مدينة نابل ولأول مرة الدورة الواحدة والأربعين للتظاهرة العربية للشترنج دورة استضافت أكثر من مئة مشارك من تونس ومصر والجزائر دورة هذه فيها تقريبا مئة وثمانية شترنجي معناتها من مختلف الجهات تونس وكيف كيف من الدول العربية أنجح الدورات من حيث العدد كان العدد محترم جدا مشاركة الأخوة من مصر ومن الجزائر يعني المستوى متع اللاعبين المصريين يعني متقدم جدا وهذا يخلي اللاعبين تونسيين يكسبوا خبرة باهية منهم ومن الأخوة من الجزائر بلغانا نشكره للأخوة اللي نحن لواقفين وصهرين على إنجاح هذه التظاهرة وكما نتمنى أنه تتكرر إن شاء الله في الدورات والقادمة مشاركة متميزة بقابل الناس كتير من المغرب من الجزائر فأنا بصدد اللقاء بين المصرية ومن الأخوة العرب كلهم هذا اللقاء العربي تميز برمزيته في الاحتفاء بالأشقاء العرب ولم يكن اختيار العنصر النسائي من الجانب التونسي اعتباطيا بل أيضا لما له من رمزية في المساواة بينه وبين الرجل اللي أتحت لي الفرصة هذه بش نشارك معناها في الدورة هذه تغنو عن تشترنج ولي كما تشوفوا كلهم الرجال بخاطي كمو مع ثمانين راجل معنا وهذه يعني كامراء معناها وانتو بتعرف المرأة تونسية يعني قادة تفك في بلاستها في المجتمع وكل وكهو ان شاءنا نشرف مرأة تونسية بسفة عامة وتختتم الدورة في يومها الثالث مع الرجال أن تتسع رقعة المشاركين فيها إلى أكثر من قطر عربي ابتكارات متنوعة ومزجون بين كل ما هو موروث ومعاصر عنوان حريص عليه الحرفيون في معرض الإبداعات اليدوية في سفاقس جولة للمعرض الذي تزين بمحاملة ذات رمزية متنوعة ينفتح هذا المعرض على رصيد هامل من تراث النسيج والحياكة في عملية إعادة إنتاج تصميمة كانت تغيب عن فرسي فرساء الاستعمال أثاثا كان أو لباسا أقميش تونسي مية بالمية مية أحنا نبتكره حاجته أخرى عملت مزج بين العصري والتقليدي مثلا هنا تيوسيد فيلوخ استعملته في الكاب ودخلت فيه لمسات تقليدية الحرفيون المشاركون في هذا المعرض يبحثون عن موطن قدم لمنتوج ما زال بعد بلا سوق ويعتمد بالأساس على هذه المناسبات لإبراز ما تركوا الأجداد من حرف تلامس الفن وتتحدى الزمن فمقبل في يوم اللي تعشق الحاجة يخدمها وطورتها كل مرة نعمل حاجة كل مرة حاجة أخر مرة أخرش بل اللي بوجيها اللي زبجوه هذه اخترت الروبة هذه تمثل منها تربط بين السفاقس وخرقنا هي تمثل الجلوة نصنعها من اللوح والكارتون والكوكياج البابوش نحن صفامي دون ومناظلون نحن طوى عنا معناها سنين ونحن نكافحوا باش نحافظوا على الموروث متعنا والحضارة متعنا والتقاليد متعنا وهذه إذا كان نحن نحافظوه كأكبار نحن نعديه الأجيال الجديدة رأوا مش تموت هالصناعات هذه وتندثر كما احتضن المعرض والتحدي من نوع آخر يشهد عليه هذا الشاب بلوحاته ما نقيتش الدعم من السلطات المعنية لكن نقيت الدعم من جماعة حرفيهم بلا حدود اللي هما ما نجمش مقراريهم حرفيين أخذ الفنانين هما وأكثر من الفنانين مبدعين أحتضنوني ومكنوني باش نوصل صوتي معاه معرض حرفة الأجداد يحل بزخارفه وعمق تواصله بين الأجيال في بهو دار الثقافة ببحر بسفاقس بحثا عن نظرة الاقتصادية المختلفة لمخزون تراثي ما زال يعيد بالكثير هذا ما لدينا من أخبار بقية الأخبار تأتيكم ضمن نشرة الثامنة ونذكركم بأبرز العنوين عائلتنا تنتقل لجبال كابوشة بل كافة لجني ثماريس جوجو في ظروف محفوفة بالمخاطر ومحاصر أطلفت بسبب الحرق التي اشتاحت الرغبات في القلعة الصغرى تجدد الحراك المدني بشأن قرار نقلة مصنع الأجر وجدل حول مخاطره البيئية من جهة وتهديده لمواطن الرزق من جهة أخرى صفاقص معرض حرفة لجداد ابتكارات وابدعات يدوية تأبى الاندتار وتبحث عن أسواق لترويج مخزون تراثي في حاجة للتثمين هذا ويمكنكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تيفي نقطتين ضمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة